الرئيس السيسي يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وزيادة الدعم للمشروع القومي للبتلو الولايات المتحدة تسجل ألفاً وتسعمائة واتفاة جديدة بكورونا وخبراء يحذرون من عواقب التسرع في إعادة فتح اقتصاد البلاد السودان يرفض مقترح أثيوبيا حول ملء سد النهضة ويتمسك بالتوصل لاتفاق ثلاثي الرابع صباحاً أثانياً بتوقيت جرينيتش موجز الإخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا احمي أهلك احمي بلدك وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة وخلال لقائه مع رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزيري الرأي والزراعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لقوات المسلحة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم الدعم المقدم للمشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وانتاجيته ودعم منظومة مراكز تجميع الالبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الانتاجية وقال المتحدث باسم رئيسة الجمهورية سفير بسام راضي ان الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة في مختلف المجالات وكذا مشروع تنمية سينا اعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا واوضحت ان ستة من الحالات الجديدة هي اصابات محلية رصدت في اقليم جيلين جمال شرق البلاد اما الحالة السابعة فهي واردة من الخارج ورصدت في مدينة شانجهاي كما اشارت لجنة الصحة الوطنية في الصين الى تسجيل ثماني حالات جديدة لم تظهر عليها اعراض المرض اعلنت جامعة جونس هوبكنز الامريكية ان الولايات المتحدة سجلت 1900 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية في هذه الاثناء حذر انتوني فاوتشي الخبير الامريكي في مجال مكافحة الامراض المعدية من ان فتح الاقتصاد الامريكي قبل الاوان قد يؤدي الى حدوث موجات للتفشي جديدة لفيروس كورونا واكد فاوتشي في افادة امام مجلس الشيوخ ان الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من السيطرة على الوباء في عدة مناطق بالبلاد لكنها تسير في الاتجاه الصحيح للسيطرة عليه اعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 348 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الحصير الاجمالي للوفيات في البلاد الى نحو 27 الف حالة لتصبح فرنسا رابع اكبر دول العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا اعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 137 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح اجماليه الاصابات في البلاد 6418 حالة كما اشرت الصحة المغربية الى تعافي 180 شخصا ليصبح مجموع المتعافين 291 شخصا في حين لم يتم تسجيل اي حالة للوفيات الجديدة اعلنت السعودية استمرار جميع الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا حتى نهاية شهر رمضان وحضر حركة المواطنين بشكل كامل خلال فترة من 30 رمضان حتى الرابع من شوال وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة السعودية انه تم تسجيل 1911 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ الاجماليه 42925 حالة كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الوفيات 264 حالة اكد السودان موقفه الثابت بشأن اهمية التواصل الاتفاق ثلاثي بين الخرطوم والقاهرة وادسة بابا قبل بدء الملء الاول لسد النهضة معتبرا ان توقيع اي اتفاق جزئي للمرحلة الاولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق من ضمنها الية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والاثار البيئية والاجتماعية جاء ذلك في خطاب ارسله رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الى نظيره الاثيوبي ابي احمد في رضه على رسالة متعلقة بمقترح اثيوبي بتوقيع انتفاق جزئي للملء الاول واكد حمدوك ان الطريقة للوصول لاتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات مشيرا الى ان الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية لكن يمكن استئنافها عن طريق الفيديو كونفرنس ووسائل التكنولوجيا الاخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية تنقل الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية يوميا في العشر الاواخر من رمضان صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم على قناتي مصر القرآن كريم والناس من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة ان شعائر صلاة الفجر سيتم نقلها ايضا من مسجد الفتاح العليم على قنوات دي ام سي وان والحياة وسي بي سي وفقا لقرار مجلس الادارة برئاسة تامر مصري واكد ان الصلاة ستقام في المسجد وفقا للارشدات الصحية المتبعة وبحضور عدد محدود جدا من العاملين لا يتجاوز 30 مصلم ووفقا للاجراءات التباعد الاجتماعي الى هنا ينتهي الموجز لمزيد من الاخبار تابعوا موقعنا الاخباري اكسرا نيوز دوت تي بي شكرا لكم